اجعل نفسك بابا من أبواب الخير حافظ على ما أوجب الله عليك من فروض العين أولها الصلاة 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 يا أحبابي ثم بعد ذلك بقية أركان الإسلام التي لا تأتيك إلا في بعض الأحين الصوم في الشهر سنة الزكاة في السنة تحاسب نفسك إن كان عندك مال الحج في العمر مرّا هكذا يا أخي أما الصلاة وشهادة أن لا إله عن محمد رسول فهي تلازمك في كل حياتك ليه؟ لأنك محتاج أن تكون مرتبطا بربك تقول في ساعات اللقاء مع الله يا رب إياك نعبد وإياك نستعين ومن كان هذا حال هنيئا لا إذن اجعل نفسك بابا من أبواب فعل الخيرات تفلح في هذه الدنيا وفي الآخرة ترجمة نانسي قنقر